من الشخصيات الجزائرية التاريخية الثالثة والاربعون بن عودة بن مصطفى السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات بن عودة بن مصطفى ولد بن عودة بن مصطفى بعنابة في السابع والعشرون سبتمبر 1925 ميلادي والده كان عضوا في نجم شمال إفريقيا احتجت في صيبه بالمناضل النقاب حسن النوري الذي نفي من تونس إلى عنابة وهو أحد مؤسسي حزب الدستور القديم واتحاد الشغل التونسي والذي تكلف به والده وفي سنة 1935 ميلادي انضم بن عودة بن مصطفى إلى فيقة المظهر البوني وهي فيقة فنية مصرحية كانت تقوم بنشاطات فنية عديدة من بينها تنظيم مصرحيات وحفظ الأناشيد الوطنية ومن خلال هذه النشاطات تسعي لتوعية الشباب ومحاربة الأفات الاجتماعية وفي الحادي عشر مارس 1937 ميلادي رفع بن عودة فيها العالم الوطني في مظاهرة بمناسبة تأسيس حزب الشعب الجزائري ردا على حل نجم شمال إفريقيا في أواخي جونفي من نفس السنة وفي الفترة ما بين 1936 إلى غاية 1937 ميلادي ومع ظهور الحارة التشفية انخرط في فوج الموناء وكان طايد لحسن الشريف وفي بداية عام 1943 ميلادي انتقل إلى فوج حميدة بالليلي التابع لحزب الشعب الجزائري وهكذا أصبح يعمل في هذا الحزب السرية إلى أن أرقي عليه القبض رفقة مناظرين لأول مرة في سنة 1944 ميلادي بعد أن عثرت الشرطة الاستعمارية لديهم على أعداد من صحيفة العامل الجزائري وأنه سخ من رسالة شلالة التي بعث ميصر للحاج من منفاه ووزر عليه الحكم بالسجن مدة عامين وستون ألف فرانك فرنسي طهراما وخمس سنوات تمنع للإقامة ولكن تم الإفراج عنهم بعد تضايم أربعة أشهر وذلك في أواخر 1945 ميلادي وفور خروجهم من السجن استدعاهم الحزب لاستيناف النشاط النظالي إلى أن انعتد مؤتمر الحزب في منتصف فيفري لإنشاء المنظمة الخاصة واتصل ببنعود المدعو عمار الجلال بالحاج وأطلعه على التأسيس المنظمة والأهداف التي ترمي إليها تم أخبره بأنه وطع عليه لاختيار يتون مسؤولا على التنظيم عن قطاع النابة وضواحيها وكان مسؤوله المباشر وحسن بن زعيم الذي يعين على رأس ناحية عن نابة كلها ومن بين المهام التي تانت على عاتقه هي توعية المواطنين جمع الأسلحة والتدريب الشباب عليها جمع الاشتراكات والإعانات هكذا وصل نظاله إلى أن تبض عليه للمرة الثانية سنة 1950 ميلادي إثرى عملية تبسى وهي عملية تاديبية طبقت على بعض المناظرين في المنظمة نظال لأن تصرفاتهم يمكن أن تعرض التنظيم السري للخطر وتانت هذه العملية بأم من ريادة المنظمة الخاصة على مستوى عمالة رسنتينة التي تانى بوذياف مسؤولا عنها وبدأت هذه العملية برسنتينة حيث تم تاديب بعض المناظرين بها ثم اتجه بن عودة مع ديدوش مراد عبدالباقي بخوش حاسم بن زعيم وإبراهيم عمامي لتبسى وتورف عند محطة ببنزين ونزل الثلاثة الأوائل في تلك الناحية لتفقد أحد المناظرين بينما بقي حاسم بن زعيم وإبراهيم عجامي في الصيارة وعند رجوعهم لم يجدوا الصيارة ومن فيها فقد تم توقيفهم من طرف الدارت الاستعماري غادر ديدوش إلى رسنتينة وعاد بن عودة وعبدالباقي إلى عنابة بعد أن عرفوا أن زملائهم وقعوا في قبضة رجال الدارت وأمر مسؤول الناحية بتسليم أنفسهم في حالة قدوم الشرطة الاستعمارية وبالفعل تم القبض عليهم وسجنوا مدة 13 شهرا في السجن الكبير بعنابة ما بين 1950 إلى غاية 1951 ميلادي أين تمت عملية الهروب مع رفاقاء آخرين من بينهم عبدالباقي بخوش وسليمان باراتات رفقة زيغود يوسف الذي أوصر بنفس التهمة في الواحد والعشرون أفريل وتمت هذه العملية بواسطة صنع مفاتيح لأبواب السجن وهذا انطلاطا من مهارة زيغود يوسف الذي كان يتقن حرفة النجارة والحدادة اتجهوا إلى منطقة الأوراس ومتثوا هناك ما بين سنتين 1951 إلى غاية 1953 ميلادي وقام هؤلاء بالتوعية والتنظيم والتتوين والدعوة إلى الكفاح المسلح عن طرير تتوين منظمة سرية أخرى للمنظمة الخاصة وفي بداية سنة 1953 ميلادي انتقل إلى تيزي وزو ليشارك إلى جانب زيغود يوسف في التحضير للثورة المسلحة حتى مغادرة إلى الشمال سانطيني في ديسمبر 1953 ميلادي انضم إلى اللجنة الثورية للوحدة والعمل بجانب زيغود يوسف وديدوش مراد والتي تتوينت نتيجة الأزمة التي كان يعاني منها حزب الشعب حارتت انتصال حرية الديموراطية ولات بمجرد ظهور مؤشرات فشلها ساعة المندي دوش مراد وزيغود يوسف ومصطفى بن عودة إلى المشاة في فتاة اندلاع الثورة حيث كان بن عودة من بين الذين شارتوا في اجتمال 22 إضافة إلى هذه المشاة ساهم في تتابة بيان أول نوفمبر واستعان في هذه العملية بمناظلين من المنظمة السرية عين السي عمال اسم الثوري لمصطفى بن عودة تمسؤول عن الناحية الشمالية الشاطية أعزاب ويدوت والقالة وجبال بني صالح عشية اندلاع الثورة التحررية ولكن كانت هذه الناحية أطل من النواحي استعدادا نضعا للتغير المفاجئ في المسؤولية بحيث كان مسؤولا على الناحية الشمالية الغربية ثم تغير فجأة إلى الناحية الشاطية وأصبح عضوا في مجلس المنطقة الثانية مسؤولا عن ناحية عنابة والقالة وبعد اندلاع ثورة أول نوفمبر اجتمع الزيغود يوسف وابن طوبال وابن عودة لتقييم الوضع خاصة بعد استشهاد عدد من المجاهدين على رصة إنباجي مختار وديدوش مراد واعتقال آخرين ومن أجل إعادة الإطمينان إلى نفوس المجاهدين وتشجيعهم لمواصلة الكفاح المسلح وربط الثورة بالشعب قام هؤلاء بعدة تمام ضد القوات الاستعمارية وعدة هجومات هجوم 20 أوت 1955 ميلادي الذي كان له صدى تابيرا في الأوساط الفرنسية وفي آت الشعب الجزائري تواصلت نشاطات سعمار إلى أنشاة في مؤتمر الصمام في 20 أوت 1956 ميلادي الذي يعد حسب رأيه بمثابة بيان أول نوفمبر ثاني وعين عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية في الجلسة الأولى وبعدها سافر إلى تونس مع أعمران ترايد مطلب بتموين الأسلحة حيث لعب دورا تابيرا في التنظيم الثوري في تونس وعلى الحدود الشرطية وفي أفريل 1958 ميلادي عينت لجنة التنسيق والتنفيذ قيادة العمليات العسكرية على مستوى الحدود الشرطية والغربية وتماكزت هذه الأخيرة في النظر تتلفت بالولايات الرابعة والخامسة والسادسة ويسيرها العقيد الهواري بومديان وطايد أحمد أما قيادة العمليات الشرطية وطاعدتها في تونس فكانت متلفة بالولايات الأولى والثانية والثالثة بقيادة محمد السعيد ويسيرها مصطفى بن عودا والعموري محمد وعواشرية محمد ولكن هذه الهيئة لم تعمر طويلا إذ حلت في الخامس جولي 1958 ميلادي ويرجع السبب إلى عملية حدثت في هذا التاريخ التي استهدفت تدمير خط موريس المتهرب والتي لقت رواجا كبيرا في الجرائد اليومية ودبرت هذه العملية دون موافقة قائدة ومحمد السعيد المدعو السين ناصر وجدت هذه الهيئة بعد شهرين حيث تم استداء عضاء القيادة الشرطية من طرف لجنة التنسيق والتنفيذ وتخفيض رتب جميع عضايا من رتبهم إلى رتبة أدنى ونفيهم إلى الدول أجنبية فوقف بن عودا ثلاثة أشهر مع نفيه إلى لبنان بتهمة السلوط المنافي لإخلاقيات الثورة واصل السعمر نشاطاته النضالية في لبنان حيث كانت له علاقات مع الطلبة ومناظرين مرتب جبهة التحرير الوطني في لبنان بعد أن قضى السعمر الثلاثة أشهر في لبنان عاد إلى تونس وأصبح مسؤولا عن التسليح والاتصالات العامة ثم شارك مع الوفد الثاني لاتفاقيات إيفيان وعينة ممثل جيش التحرير الوطني عاد إلى الجزاء في مارس 1962 برفقة بومديان وبعدها كلف بمهمة إلى باريس كملحق عسكري بعد الاستقلال تقلد منصب ملحق عسكري في القاهرة باريس ثم تونس وبعدها سافيرا في ليبيا سنة 1979 ومنذ المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني شغل منصب رئيس لجنة الإنضيباط بالحزب وأخيرا منصب رئيس مجلس الاستحرار الوطني أثناء فترة الرئيس الشاذي بن جديد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد